نادي ببيرامدز اتعقد رسميا مع المهاجم الكنجوري فيستون مايلي لاعب يانج أفريكانز التنزاني ودي صفقة مهمة جدا مهاجم جامد جدا تروريك أرقامه أرقامه عشان تعرف قديه مهاجم كبير أرقامه الموسم الماضي بس يلا بينا بص الأرقام خطيرة بص يا سيدي لعب 18 مباراة 14 في الكنفيدرالية و4 في دور الأبطال سجل كم بقى جول سجل 14 جول هداف الكنفيدرالية وهداف دوري الأبطال 7 أهداف هنا و7 أهداف هنا لا وصنع 3 أهداف كمان هو عنده 29 سنة ودي أهدافه أو بعض أهدافه طبعا مش كل أهدافه سريع وقو جدا بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله الشمال بيلعب براسه مهاجم جامد جدا وزمنا العزيز محمد جمال في الفقرة الثالثة النهاردة هيكون موجود معنا نتكلم عنه تفصيلا بالمناسبة ما يلي من اللاعبين أو المهاجمين اللي تعرضوا على النادي الأهلي وتعرضوا على مارس الكولر ورفضهم أو رفضوا مارس الكولر هتقول لي لسه بتقول لي مهاجم جامد وجامد جدا ومارس الكولر رفضوا هرجع تاني اللي كنت لسه بقوله من شوية مارس الكولر بيتعرض عليه مهاجمين جامدين جدا وكويسين جدا ومتاحين جدا والأهل يعرف يخلصهم على طول هي الحكاية انه مارس الكولر عايز مهاجم بمواصفات خاصة لي خاصة لطريقة لعبه يعني هو لما رفض مايلي المهاجم اللي راح بيرامد هو ما رفضوش عشان هو مهاجم مش كويس لا هو رفضه عشان لا يليق بطريقة لعب هو بس يليق بطريقة مثلا لعب بتشيكون اللي اختاروه بيرامد فهيبقى جامد جدا مثلا يعني ده ببساطة يعني لكن المهاجم اتعرض اللي نضمه بيرامد زمايلي اللي يضمه بيرامد زمايلي النهاردة اتعرض على النادي الاهلي واتعرض على مارس الكولر